المعنوي جنبي بيكون شيء كبير جدا يعني روحي بيكون كده حاسس بالأمان إن شاء الله في كل مركة وبدأ على الله وبدأ القائد إن شاء الله إن شاء الله أبدأ هتفضل بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلو العقدات من لساني يفقه قولي معكم أختكم وسام إبراهيم عضو فريق الاحتياجات التدريبية ومدرس معلمة الرياضيات صعوبات التعلم اليوم طبعا يعني أنا مش هطول عليكم في التعريف لكن أنا فعلا مشتائل كل الحضور جدا ومشتائل نهاردة إن احنا نعمل شغل كبير على منصة فليب جريت نحط فيه أساس من الأساسيات اللي احنا هنشتغل عليها في حل الاستمارة بإذن الله مع فريقنا الجميل فريق الاحتياجات التدريبية ومبادرة رواد التعلم الرقمي هنبدأ بشيء صغير بطاقة تعارف مع كل الموجودين معنا يكتبوا اسمهم ويكتبوا البلد ويكتب هل هو مقبل على اختبار معلم خبير ولا لا؟ ياريت نعمل كده حاجة صغيرة ننشط بيها أستاذة إيبون دخلت معنا شاطرة إيبون أول واحدة دخلت معنا النهاردة عايزين ننشط كده ونعمل بطاقة تعارف جميلة نحتفظ بيها في أرشيف سجل مبادرة الاحتياجات التدريبية فريق الاحتياجات التدريبية يا ترى كم واحد هيعرفنا على نفسه النهاردة اكتب اسمك شغلك مهنتك والبلد مما يكون الصوت واضح بس لقاء فاتح المايك ياريت يقفله عشان نستفيد كلنا بلقاء اليوم عندنا البركوت أستاذة شيماء كمان دخلت معنا لا أعايزين عدد أكبر من كده بكتير أول يعني أنا أتأمل عدد كبير أيوة كده أستاذة محفوظة مع حفظ الألقاء فاطمة ناهد فاطمة كمان يلا كمان مرة تانية كده بس ستة معنا عايزين عدد أكبر يعطينا نفذة صغيرة عن نفسه أو يكتب أي كلمة يحبها بس يقول لنا اسمه ايه ناهد معنا دخلت يلا احنا كده معنا ستة دعاء يلا كمان عايزين عدد أكبر عايزين عدد كبير يشاركوا إياهنا مع أداتنا الخطيرة أدات كلاس بوينت ويدي نبطاء التعارف صغيرة عن نفسه يكتب اسمه بيكتب اسم البلد ووظفته تمام إيمان فتحية ممتاز حفيظة ممتاز غابة يلا كمان أسماء أكتر عايزين عدد أكبر عدد ممكن يدخل معنا عشان يستفيد النهاردة من استخدام تطبيق فليب كريت لأنه من أهم التطبيقات اللي أقدر أعمل عليها مشاريع خيالية لو أنا معلمة لغة عربية معلمة رياليات اجتماعيات لغة انجليزية تربية إسلامية أي مادة من المواد أقدر أعبر باستخدام فليب كريت وأعمل مشروع خيالي وهائل أستاذة حفيظة غادة مروة ولاء ممتاز حلو معنا 14 واحد دخل معنا على بلاس بوينت يا طرى في عدد تاني هيتضيف معينا فاتيمة ممتاز حلو رضا تمام يلا كمان إكرام فاطمة ها وصلنا عدد 18 يا طرى نوصل عند العشرين ونبتدي ولا نكمل نوصل عند العشرين ونبتدي ولا نكمل دخل معنا أستاذ محمود سماح فاطمة سعاد تمام يلا يا جماعة عايزين عدد أكبر لطيفة طيب أسامة أهلا وسهلا يا أستاذ أسامة كمان يا طرى كم واحد كمان هيديني التعارف صغيرة أستاذ محمد ممتاز خمسة وعشرين ونبتدي مع الشورت أنسر ها واحد كمان نضيف واحد كمان ونبتدي مع أداة كلاس بوينت ها أستاذ جمال الحمد لله عدينا ستة وعشرين ونبتدي والكود هيكون موجود للي يحب يدخل بعدين آدي نبتدي مع بعض بطاقة تعارف صغيرة يا ربي نبتدي ونكتب بطاقة تعارف صغيرة معنا دقيقة نكتب اسمنا ووظفتنا والبلد ونعمل صغمت فاطمة دولة قطر منصة مشاريع الإلكترونية في مدرسة الله عليك أهلا وسهلا بك أستاذ ناهد معلم خبير مايكروسوفت من مصر أهلا وسهلا وابتسام سلطانة عمان معلمة تقنية المعلومات أهلا وسهلا ولاء فتح السيد معلمة لغة انجليزية هنحتاجك يا أستاذ ولاء كتير قوي ممتاز أيوة كده ما شاء الله تبارك الرحمن أستاذة ولاء معانا دعاء من فلسطين لطيفة نصر من ليبيا أهلا وسهلا إيمان خلف إنجليش تيتشر ممتازة إيفون كبير معلمي من مصر ما شاء الله مونة إنجليش تيتشر السبكي أستاذ رضا معلم خبير لغة عربية بمصر أهلا وسهلا ما شاء الله يعني معانا عدد حلو كمان ونصة مشاريع ومعلمين لغة انجليزية لأ دا احنا هنستفيد كتير جدا جدا يا طرمين كمان كان مسجل بياناته معانا نشوف كده غدا يوسف معلمة علوم فاطمة محمد التاجوري مفاتش تربوي أهلا وسهلا بليبيا أديوف لبنا الكرام إخوتنا وأصدقائنا إكرام الغربوي فاطمة أنا ماسمح دي الصوت أستاذ أنا جاتي الجميل ليل نهارده حفيظة نصر سماح مدرس حاسب آلي أهلا وسهلا يا أستاذ سماح أستاذ محمد عبد المنعم أهلا وسهلا لغة عربية من مصر فاطمة عبدالله معلم أول لغة انجليزية من مصر شيماء مدرسة لغة انجليزية تعمل بالكويت أهلا وسهلا صديقة الغالية محمود حسن معلم أول بالأظهر الشريف أهلا وسهلا وهنا كمان عندنا أستاذ إيمان معلم أول تقنيت معجمات ليبيا فاتحية سعيد عثمان مفاتش تربوي أهلا وسهلا أستاذ معلم خبير ميروكسوف من ليبيا أستاذ جمال من مفاتش تربوي من ليبيا أهلا وسهلا ماروة فاروق معلم لغة عربية من مصر محفوظة الخلدي سلطنة عمان الله على الدول العربية كلها موجودة معنا أجمل تجمع تربوي موجود معنا الله طبعا يعني شيء يفرح إيهل أنت اليوم إحنا بنتكلم على منصة أنا باعتبرها من أهم المنصات اللي هي بتعمل تواصل وكوميونيكيشن بيننا وبين المدربين أو المتدربين والمتعلمين أيضا يا ترى إيه هي الأدوات اللي حضراتكم كلكم استخدمتوها لمشاركة مقاطع صوتية أو مقاطع فيديو مع المتعلمين أو المتدربين كلنا كلنا في فترة الكورونا مرينا بأزمة التواصل بيننا وبين المدربين وبيننا وبين المتعلمين فلجأنا إلى الأونلاين ولجأنا إلى ديمس طيب أثناء الفترة دي ومن خلال خبراتكم ومن خلال مختلف دول الوطن العربي ما هي الأدوات التي استخدمتوها لمشاركة مقاطع صوتية أو مقاطع فيديو مع المتعلمين أو المتدربين نبتدي وقادي الكود معانا مرة تانية والعدد ما شاء الله صرنا 31 عايزة استفيد من خبرة الـ 31 مبدع والـ 31 نجم رقمي الموجود معايا حاليا كلكم طبعا نجوم رقميين اللي قاعد بياخد من وقته وجهده قاعد علشان خاطر يدرس ويتعلم شيء جديد أو يفيدنا معلومته ممكن تكون أنا معلومتي نقصة ممكن أخذ منكم معلومات ونتعلم من بعض يا ترى إيه البرامج والتطبيقات اللي استخدمتوها عشان تشاركوا مقاطع فيديو أو صوتية أخذ مشاركتكم معانا دقتين لكتابة المشاركات الصوتية تفضلوا أستاذ زاويسان بقى لاشي الموسيقى زيبا قادر أنا مش شايفة الشات فإذا فيه أي تعليق أو أستاذ فوزي حضرتك بس يقول لي لأن الشات أنا مش فتحة أحاول أفتح الشات برضو عشان أبقى أنتبع معكم أي تعليقات كانفا أستاذ بوسينا أليك كانفا تيمز وزوم أستاذ إيمان أقبر الشاشة إدمودو أستاذ محمد ده فعلا برنامج في مصر زوم وتيم وفورمز أستاذ مروة كانفا اليوتيوب نبتدي كده ناخدهم وكامتازيا طبعا نيربود كويزيس سوكارتف سوسن الباوربوينت وتيمز كامتازيا أستاذ ابتسام آلة الباوربوينت وكانفا وفليب جريد اليوتيوب وستريم دعاء ممتاز الباوربوينت وكانفا كلنا قلنا باوربوينت وكانفا وتيمز تطبيق الواتساب تطبيق تليجرام الزوم فليب جريد باوربوينت تيمز إدمودو تمام منصة إدمودو من المنصات اللي استخدمت في مصر وإدمودو فاطمة منصة إدمودو وتيمز سوي فورمز باوربوينت وزوم تسجيل الباوربوينت من خلال تيمز باستستون بيردك باوربوينت فورمز كانوفا كامتازيا النيربود ستظافتنا مشاء الله حضرتك كتبتي بوسوعة تيمز وزوم وباوربوينت السيد محمود البريددك وجوجل ميت واتساب جروب فيسبوك تليجرام جوجل كلاسروم باوربوينت زوم وتيمز تمام وهنا زوم والواتساب والتليجرام والباوربوينت حلو كلكم استخدمتوا منصات رائعة جدا لكن كان عدد قليل اللي كانت فيليب جريد يا ترى نقدر نغير النهاردة وكلنا في آخر حوارنا نختار الفليب جريد كمن واحد من أفضل منصات التواصل ولا لا تعالوا نشوف مع بعض ايه حكاية الفليب جريد اللي هنستخدمه النهاردة الفليب جريد منصة مجانية تتيح للمعلم حفظ وتنظيم ومشاركة المحتوى على شبكة الويب الفليب جريد منصة مجانية تتيح للمعلم حفظ وتنظم وتشارك المحتوى على شبكة الويب ممتاز وإيه كمان منصة فليب جريد بتعمل حفظ المقاطع الفيديو بتعمل تنظيم للمحتوى وتنظمه في مجموعات بتعمل مشاركة المحتوى مع الآخرين ومشاركة محتوى الآخرين والاطلاع عليه محاول ورشتنا اليوم التعرف على المنصة والتسجيل إنشاء المجموعات اللي هي الجروب والجريد مشاركة المجموعات مع الطلاب إنشاء موضوعات داخل المجموعات طريقة التفاعل مع الفيديوهات والرد عليها دي محاور ورشتنا اليوم إيه أهمية منصة فليب جريد في دعم مهارات القرن الواحد وعشرين هل منصة فليب جريد أهمية في دعم المهارات ولا لا تعالوا نشوف مع بعض أول حاجة بتديني مشاركة وتعاون أول شيء بتديني مشاركة وتعاون طيب إيه كمان مهارات التفكير النقدي في عمل وتجميع الفيديوهات مهارات للتفكير النقدي في عمل وتجميع الفيديوهات كمان إيه الإبداع في إنشاء التصميم استخدام كل وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الروابط الخاصة بفليب جريد بتنمي مهارات التفكير الإبداعي والبحث والتواصل كل الحاجات دي من مهارات القرن الواحد وعشرين يبقى هل نقدر نقول إن فليب جريد منصة تدعم تطبيق مهارات القرن الواحد وعشرين ولا لأ نعم إذا حققت أنا الخمس نقاط دي فإن منصة فليب جريد تدعم تطبيق مهارات القرن الواحد وعشرين تمام منصة فليب جريد قادي آيكونتها اللي كانت قديمة وتغيرت حاليا بشكل جديد عشان أشترك على منصة فليب جريد لازم أقوم بعملية التسجيل على المنصة لازم أتعرف على موقع الفليب جريد هو موقع إلكتروني يسمح للمعلمين بإنشاء شبكات تتيح لهم التواصل مع طلابهم والتدرسهم والتفاعل معاهم داخل الفصل الإفترادي يعني أنا بعمل أقدر أعمل مكتبة إفترادية مليانة مقاطع فيديو تخصني أنا وطلابي فقط ونتشارك فيها سويا وممكن كمان أستضيف معلم يكون معايا مسؤول معايا وممكن نعمي خصوصية هذه المكتبة فلا يستطيع أحد إيه الاطلاع عليها أو إني أسمح بالاطلاع وأسمح بالتعديل يبقى أنا هنا بكلم على منصة متكاملة تسمح للمعلمين بإنشاء شبكات تتيح لهم التواصل مع طلابهم والتفاعل معهم تبدو الشبكة تماماً كلوحة الرسائل حيث يمكن للمعلم طرح الدروس والأسئلة ويمكن للطلاب الاستجابة التسجيل على منصة فليب جريد مشاركة الشبكات مع الفصول الدراسية الافتراضية أو مع المجموعات الصغيرة أو مع أي مجموعة من المستخدمين المنتمين بنطاق المواضيع والأسئلة المطروحة طرح عدد لا محدود من المواضيع وعدد لا محدود من الردود في تلك الشبكة يعني الشبكة ما بتقوليش أنت عندك خمس فقط ردود أو خمس استجابات فقط لا ده أنا عندي عدد لا محدود من المواضيع وعدد لا محدود من الردود أقدر أستقبل أي عدد المنصة مجانية بالكامل إرسال المواضيع على شكل أقدر أرسلك الموضوع على شكل نص أو صور أو فيديو أو صورة متحركة أو رمز تعبيري أو حتى على شكل مرفقات يعني أقدر أرسلك الموضوع بأي شكل من الأشكال يحتوي الموقع على إعدادات أمان قابلة للتخصيص ودي أهم حاجة اللي هي تحمي خصوصيته الطلاب بشكل كامل يتيح للطلاب الرد عبر الموقع أو عبر تطبيق فيليب جريت باستخدام الكاميرا المباشرة أو عن طريق تحميل مقطع فيديو مسجل مصدقا ويمكن التصوير من مدة 15 ثانية وحتى أكتر كمان من 5 دقائق وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يمكن للمعلمين السماح للطلاب بتسجيل الردود للطلاب الآخرين وذلك من خلال تعليل ميزات الإشراف وضبطها وتشغيلها أو إيقافها في كل موضوع إذن منصة فيليب جريت بتديني أمان بتديني خصوصية بتتيح للمعلمين السماح بتسجيل الردود للطلاب الآخرين مع حماية خصوصيتهم وكمان أقدر أعدل ميزات الإشراف وضبطها وأقدر أوافق على الفيديو قبل ما ينزل كرد أو لا يمكن لأكثر من معلم إدارة نفس الشبكة ويمكنهم كذلك التواصل مع المعلمين الآخرين في جميع أنحاء العالم في اسم استوقفني على الشات أستاذ جمال محمد القباندي صح كده هو حضرتك من الكويت أستاذ جمال القباندي في اسم استوقفني على الشات فإذا كنت حضرتك من الكويت اكتبت لحضرتك من الكويت نكمل مع بعض أهمية موقع فليب جريد للطالب والمعلم يوفر موقع فليب جريد بأمرنا للتواصل بين المعلم وطلابه في أي مكان في العالم وتحت أي ظرف منه ظروف يتيح للطلاب تعلم صياغة أفكارهم الخاصة من خلال الاستجابة الجيدة والنظر في وجهات النظر البديلة أثناء الاستماع إلى استجابات وأعراء أقرامهم يعني الطلبة لما بيسمعوا استجابات بعضهم يقدروا يعدلوا استجاباتهم يقدروا يرسموا وجهة نظر أفضل للموضوع يقدر يبدع ويتخيل البيئة اللي هو بيسجل فيها ودي من أهم نقط علاج صعوبات التعلم والخجل عند بعض المتعلمين اللي ما بيكونش عنده الجرأة أنه يواجه المجتمع بشكل مباشر الموقع بيساعد الطلاب وخاصة اللي يعاني من الخجل أو رحبة التحدث أمام الآخرين على الاستجابة بسرعة كبيرة دون أن يشعر بأنه مقيد في الفصل الدراسي ويتيح له تسجيل أفضل ما لديه بوضوح وتلقائية دون أن يضيع وقته في محاولة تقديم جواب مثالي في بيئة رسمية فالطالب طبعاً بيهب أنه يشعر بالأرياحية وهو بيجاود بدون ما يكون في بيئة رسمية وأمامه معلم أو موجه أو شيء فلا فالتطبيق يشعره براحة أكبر ويشجحه على التواصل مع المعلم ومع بقيته الطلاب دون أن يشعر لا بالقلق أو بالرهبة كما في الفصل الدراسي بالنسبة للمعلم يعتبر موقع فليب جريد طريقة جذابة لتعزيز المناقشة في مساحة منظمة ومصممة خصيصاً له حيث يمكنه تسجيل الدنوس وتعيين الأسئلة كواجبات منزلية ومتابعة الإجابات في الصف في اليوم التالي كأن يطلب من طلابه التفكير في حل مسألة رياضية معينة أو كتابة بحس أو قراءة قصيدة شعرية أو تسميع آيات قرآنية أو ذكر حديث شريف أو عمل أي نوع من الأبحاث أو العمل إيه رأيكم في موقع فليب جريد إذا كنا مبسوطين من موقع فليب جريد ياريت نشوف علامة أوكية على الشات عشان نبدأ نكمل مع بعض فين علامات أوكية يا جماعة وفين التفاعل الجميل اللي موجود معنا حلو بدأنا بكلمة رائع جميل وهنشوف الأرواع كمان أستاذة فاطمة شجعتنا هي تشجيع حلو أوكي 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 نكمل شغلنا طالما أخدنا كل الأوكيهات الحلوة دي فليب جريد يا جماعة يعتبر فرصة لا تعود لكل من المعلم والطالب وهو يدعم احتياجاتهم العاطفية الأكاديمية الاجتماعية خلال التعليم المدمج يساعدهم على توثيق روابطهم وبناء المجتمع يمكن أن الطلاب استخداموا من جميع الأعمار والتواصل مع بعضهم البعض وتعزيز مجتمعهم الافتراضي في الوضع الراحل وفي المستقبل مع هذا التطبيق أصبح بإمكان المعلم إنشاء شبكة خاصة بطلاب الفصل رفع المقرر والدروس والأسئلة بالكامل ليتسنى الطلاب المشاركة والرد من خلال فيديوهات قصيرة يتوافق التطبيق مع مختلف أنواع الهواتف المحمولة وده أكتر سؤال بنتسئله لما بنقدم أي برنامك هل يتوافق مع الماك؟ هل يتوافق مع التابلت؟ هل يتوافق مع الأندرويد؟ هل يتوافق؟ أيوة التطبيق من تطبيقات مايكروسوفت المجانية مجاني بالكامل متوافق مع جميع أنواع الأجهزة يتميز بالسهولة الكبيرة في الاستخدام مما يساعد الطلاب الصغار على حضور الدروس عبر الإنترنت مشاركة ردودهم بكل بساطة وبدون أي تعقيدات ومع هذا يفضل طبعا استخدام التطبيق تحت إشراف الوالدين لازم أي شيء فيه إنترنت نازم يكون تحت إشراف الوالدين لمحاربة المساوة اللي بيكون على الإنترنت إن هذا التطبيق الرائع يسمح للمعلم بإيصال معلوماته من خلال الصور والفيديوهات المرئية بدلا من الطرق التقليدية يسمح له بالتحكم بخصوصية المحتوى حسب رغبته كما يساعد الطلاب على فهم واستيعاب الدروس من المنزل دون الزهاب وأول حاجة للزهاب لأي مكان أو دفع أي مبلغ مالي لأن التطبيق مجاني 100% أمامنا مجموعة من الأكواد اللي عنده أبستور يقدر ينزله من خلال الكود اللي عنده جوجل بلاي يقدر يستخدمه واللي عنده اللابتوب يقدر يستخدمه عندنا جوجل عندنا كود الأبستور وعندنا كود لو إنك بتستخدم أندرويد جوجل بلاي وعندنا كمان الكود لو إنك بتستخدم اللابتوب ديت التلات باركودات أو التلات لينكات الخاصة باستخدام تطبيق الفليب جريد سواء على أبستور أو جوجل بلاي أو اللابتوب تمام ياريتنا خطو مسكان وطبعاً كل الروابط وكل الأشياء رح تنزل على جميع جروبات الاحتياجات التدريبية وعلى كل شيء فما تقلقوش أبداً بالنسبة للينكات أو الجروبات اللي عاوز يشتغل معنا دلوقتي على التليفون اللي عاوز يشتغل على اللابتوب اللي عايز يشتغل على الجوجل بلاي يقدر يمسح البركود ويشتغل معنا بشكل مباشر طبعاً فليب جريد من الحاجات المهمة جداً لإني أقدر أحصل فيه على ألقاب وعشان أحصل فيه على ألقاب لازم أكون عندي مجموعة من الاختبارات على مايكروسوف ليرن أكون أخذتها عشان أقدر أحصل على هذه الألقاب طبعاً أيضاً جميع هذه الروابط هتنزل على فريق الاحتياجات التدريبية لابد من الحصول على شراط المستوى الأول والتاني والتالت والشروط هتلاقيها في الروابط دي إذا أنا ضغطت على أي روابط هيدخلني على مايكروسوف ليرن أجاوب الاختبار وتقدم وأحصل على شهادة الفليب جريد وابدأ أكمل الشغل بتاعي حلو فهنخلي الجزء الخاص بالروابط في نهاية حوارنا اليوم علشان خاطر نكون استوعدنا فيليب جريد في الأول هنا عندي روابط المستوى الأول والتاني والتالت هنا الشهادات دي إحنا بناخدها وبناخد معها شهادات بتدعمنا في شغلنا للحصول على معلم خبير وزي ما اتفقت معكم كل الروابط هتنزل عقب المحاضرة بشكل مباشر على فريق الاحتياجات التدريبية عشان أصبح صوت للطفل أو صوت الطالب لازم بعد ما أكتاز المستوى الأول والتاني والتالت بسجل فيديو قصير على الشورتس وهنعرف إزاي نسجل وإزاي نصبح سفير صوت الطفل كمان عشان أصبح صوت السفير هقوم بحل الاختبار اللي موجود هنا في فورمس بحلها طبعا عشان أصبح سفير لازم أكون استخدمت فليب جريد لمدة ستة شهور وبيتفتح الامتحان تقريبا في الفترة ما بين أربعة شهر أربعة وشهر خمسة نبدأ نعبي الاختبار ونبدأ نقوم بتعبيت الاستمارة وبعدها بتجلنا رسائل بشكل مباشر على الإيميل من شخصية شخصية اسمها مستر جيس كابو أو أحد الأعضاء اللجنة بيقول لي أني أنا تم اكتياز الاختبار وزي ما قلت لكم كل الروابط راح نتكلم عليها في آخر حوارنا اليوم وهنتكلم على محاضرتنا اليوم نبتدي نقفل ونبتدي نتوكل على الله ونفتح فليب جريد مع بعض ونشوف ايه موضوع فليب جريد اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة وهل هو فعلا له هذه الأهمية الكبيرة ولا لا طبعا هروح على متصفح جوجل كورون وهدخل من الإيميل الخاص بيا وهكتب فليب جريد بس كل اللي هعمله أني هكتب فليب باللغة الإنجليزية فليب جريد أهي أول آيكونة اخترتها هكتب فليب is a video discussion and sharing app free from Microsoft هاقطار أول اختيار هلو فليب جريد فيه جمال جميل جدا أنه بيعملي كمان أحداث live لازم طبعا لأن الأحداث ديت بتكون من مواقع من أجنبيا لازم أكون متأكدة من نوع الأحداث اللي هو بيتناولها هنعمل login طبعا أنا مسجلة قبل كده لو أنا مش مسجلة قبل كده هعمل sign up وأبدأ أسجل إيميل جديد sign up هنا وأبدأ أستنى أما يفتح معايا وهبدأ أدخل بياناتي كإني بدخل بيانات جديدة لأول مرة أنا ديت هو على طول دخلني على صفحتي طيب معاكم عايزة أعمل تسجيل هعمل إيه؟ هعمل sign out من هنا هعمل sign out هخرج وهسجل معاكم ويريد تمشوا معايا خطوة خطوة مثلا هروح طبعا أنا مسجلة قبل كده بإيميلي على جيميل ممكن أقوله continue with جيميل بس ده يكون التسجيل القديم أنا عايزة أمشي معاكم الخطوة كإني الأول مرة بتفتح فليب جريد زي ما تعودنا سوي هروح عند I don't have an account وهعمل sign up I don't have an account وهعمل sign up وهبدأ أعمل لنفسي account وأبدأ أدخل إيميلي في الإيميلي اللي هيظهر عندي طيب sign up with Microsoft ولا sign up with Google ولا sign up with Apple هقوله sign up with Microsoft هشوف هيقبل مني ولا لا هذه مثلا إيميلي المايكروسوفت بتاعي هقوله use another account ماشي هقوله next هشوف هيقبل إيميلي المؤسسي ولا لا وهقوله sign in أوكي هقوله yes سجلت فليب جريد بإيميلي المؤسسي تمام دخلني يعني ما عندوش مشكلة في تقبل إيميلي المؤسسي حلو وسام إبراهيم على طول قرأ اسمي last name شلبي birthday طبعا يعني معلش يعني بلاش فضايا فهنقول day ايه الأولاني والmonth التاني والyear بلاش يا جماعة محدش يقراها لو سمحتم يعني 1900 كفاية يعني عربية 1900 أنا مش من أيام الفرعنة مش للدرجات دي نكبر شوية يعني بلاش تركزوا في السن قوي لأ مش صغيرين للدرجات دي برضو ننزل شوية أنا صريحة في الأمور ديت معلش طيب choose your country مثلا أنا عايشة في الكويت أهي أختار البلد اللي أنا عايشة فيها ولازم يا جماعة أختار البلد اللي أنا عايشة فيها علشان خاطر لما أعمل لما أختار مشاركات خارجية فبيحدد موقعي عندي وده اللي احنا بنحتاجه في المعلم الخبير فبعمل next كده أنا دخلت على صفحة جديدة من صفحات ايه flip grid أبدأ أستنى يحمل كده أنا دخلت على صفحة بصه فضي خالص ما فيهاش أي حاجة تمام اللي اشتغل معايا يكتب خمسة على الشات يلا يا أستاذة مبروكة يلا يا أستاذة ولاء واستاذة زينب عشور الفيتوري يلا اشتغلوا معايا واللي يشتغل معايا يكتب خمسة على الشات ما شاء الله فيه ناس عندي كتبوا خمسة على الشات تمام 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 حلو جدا ممتاز يعني كلكم كده شغلين معايا تمام 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 حلو دلوقتي أنا قدامكم صفحة فضية خالص وببتدي flip grid معاكم من أول وجديد فيه ايه هنا مكتوب فيه هنا groups فيه هنا topics فيه هنا create groups فيه استخدام الكاميرا وفيه هنا شكل الايكونة بتاعتي أول حاجة هنا ممكن أغير شكل الايكونة بتاعتي عن طريق أني أضغط عليها هختار مجموعة طلعت لي مجموعة قيمة كبيرة هعمل منها profile طيب ظهرت لي الراجل اللي أحوال دوت مش عايزينه هنعمل تعديل وهنا بيقلني use your bitmoji أو اضغط على تعديل لو أنت عاوز تختار صورة ليك مثلا أنا رح أختار صورة مثلا هروح اختار صورة اشتغلوا معايا هنختار صورة مثلا هروح عند هنا المناسبات والفعاليات مثلا عايزة اختار صورة هروح على الديسكتوب ومن الديسكتوب ها حاول أشوف صورة مميزة شوية هنا ممكن أكون أنا من قبل بنزله صورة مثلا الصور لما نكون بنزلها بيكون سهلة علينا العمل لما نكون مجهزين شغلنا من قبل بيكون الشيء جميل وسهل جدا اهي مثلا أنا اخترت صورة دي وخطتها وعملت save change الصورة أنا عاملالها download من قبل خلاص على طول الصورة اتغير كمان تقدر تغير display name بتاعك وخلي بالك انه مهم جدا انك تركز على الاسم بتاعك أنا كتبة مثلا وسام إبراهيم عبدالحمد شلبي لا أكتب بس وسام كده وسام شلبي حلو وعملت save change يبقى أنا غيرت الاسم بتاعي وغيرت ايكونت الصورة وعملت شغيرت شكل البروفايل بتاعي وآدي شكل البروفايل الجديد بتاعي طيب قلنا ان الفليب جريد الصفحة بتاعتي أول ما افتاحها بيكون فيها groups وبيكون فيها topics الجروب هو المجتمع اللي أنا هنشئه المجتمع اللي هنشئه فهضغط على plus group وهعمل create a group يبقى أنا كده أنشأت مجتمع طيب المجتمع ده انت عايزه في class room ولا عايزه clubs ولا عايزه friend ولا عايزه events أحداث ولا game عايز نوع المجتمع ايه مثلا هعملوا class room يعني مجتمع فصل طيب بيبدأ يسألني اختار اللي اللي انت عاوزه فيه عايز أطفال من 13 من الأعمار يعني تختار الأعمار والمجتمع أستاذ عبد الرحمن بيقول معلش أنا لسه داخل إزاي أدخل على flip grid حضرتك على طول بتدخل من متصفح جوجل بتكتب flip grid وبتدخل على أول لينك بيظهر عندك تمام أنا هنا بختار all edge وأقول له next حل وعشان خاطر أستاذ عبد الرحمن مرة تانية هضغط من هنا وهختار أول متصفح عندي أهي هكتب بس يا أستاذ عبد الرحمن هكتب بس كلمة flip grid إحنا بنشرح واحدة واحدة بهدوء لإني عايزة كل اللي موجودين معايا النهاردة نعمل صحوة مشاريع نشتغل فيها مع بعض أستاذ عبد الرحمن هتختار أول رابط عندك أول رابط عندك أوكي تدعت لك الشاشة دي هتعمل طبعا لو أنت مسجل قبل كده هتعمل لوج إن لو أنت أول مرة تسجل هتعمل sign up هتطلع لك الشاشة تكتب إيميلك وتمشي معايا واحدة واحدة تمام أرجو أن المعلومة تكون وصلت له أستاذ عبد الرحمن وأي واحد دخل معنا طبعا هو فتح لي على نفس الصفحة اللي أنا كنت شغالة فيها دلوقتي أهي حلو دلوقتي هرجع تاني لصفحتي اخترت كرية الجروب يا ترى اسم الجروب بتاعي إيه؟ مثلا هسمي الجروب أنا هشتغل دلوقتي تاو بعدين هروح هرجع لصفحتي الشخصية مثلا هسمي اسمه مثلا هسمي اليوم العالمي أو هكتب مهارات بالعربي نكتب هو دعم عربي وإنجليزي مهارات الكرن الواحد وعشرين وكتبت مهارات الكرن الواحد وعشرين خلاص طيب مش عاجبني التيم التيم اللي هو محطوط هنا هعمل edit بيقولك انت عايز الصورة بتاعتك إيه؟ مديني مجموعة عديدة من الخيارات اختار الصورة art, natural, people, texture شوف اختار الصورة اللي تتناسب مع تصميمك اللي عايزها تظهر للآخرين الصورة اللي عايزها تظهر للآخرين اختارها مثلا أنا اخترت بلاش السكاكين دي حرام اخترت الصورة دي وهقوله كنتين على طول أستاذ مروى بتقول لما بفتحه بيقولي أن الاكاونت isn't eligible مش راضي ولا يعمل login ولا sign up غيري الاكاونت تقدري تغيري الاكاونت تقدري تدخلي بلاش تدخلي من الايميل المؤسسة بعض الدول مفتوحة عندها flip credit والبعض الآخر لا ممكن تدخلي بايميلك على الهوتميل أو ممكن تدخلي على الجيميل عادي ما فيهاش اي مشكلة تمام؟ هنا غيرت التيم بتاعي وسميت الجروب بتاعي كريتا جروب وسميته مهرات الكرن الـ 21 ونبدأ نزبط الاعدادات ونركز جدا في حكاية ضبط الاعدادات معي الانيك anyone is was a link عايزه يعمل join اه عايزه يعمل join اي حد عنده اللينك بتاعي عايزه يعمل join طيب النقطة اللي جاية دي مهمة جدا ولا only people you approve only people you approve لو انا بشتغل في project او مشروع داخل مؤسسة معينة وعايز يكون لي خصوصية يبقى ساعتها باختار only people you approve لكن انا عايزة ناس مختلفين من كل الدنيا طيب هروح بقى على الايميل وعايزة تركيز واللي مركز يكتب 10 على الشات لانها مهمة جدا النقطة دي ها ما شفتش 10 على الشات مين اللي قال 10 اوكي تمام 10 10 حلو نبتدي ونفتح بقى نسيب العشرات ونركز معايا في نقطة الايميل شوفوا يا جماعة انا هفتح الايميل وهضغط عليه يعني انا عايزة ان اللي يشتغل معايا عن طريق الايميل لكن انا بكتب امتدادات الايميل بهدوء خالص اهو يا استاذ غربوي بهدوء خالص جميل وركز معايا في النقطة دي لما حب اكتب ايميل انا بكتب الدومين بتاع الايميل يعني ايه استاذ علي صالح حاضر اوكي ركز معايا استاذ علي انا بقول في الايميل مين اللي هيشارك معايا واكتب معايا كده هكتب الدومين بتاع الايميل يعني ايه الدومين لو انا حددت ايميل بعينه يعني محدش هيقدر يفتح الايميل ده غير كده يعني مثلا لو انا كتبت محدش هيقدر يفتح اللينك ده ارصح بالايميل ده لكن ده انا عايزة كل الناس اللي عندها هوت ميل تدخل كل الناس اللي عندها جيميل تدخل هاقعد اكتب ايميلات المجتمع العالمي كله مستحيل فهنكتبه ازاي وننكز مع بعض هكتب ااد هكتب ااد هوت ميل دوت كوم حل اذا انا كتبه بالعربي اتأكد اني بكتب بلغة صحيحة ااد هوت هوت اهي زبطت لغة ميل دوت كوم حل بعد ما اكتبها هعمل انتر هتنزل تحت شايفيني نزلت تحت ازاي تمام يا استاذ علي كده انا ماشي بيدو حل بعد ما كتبت هوت ميل هكتب مرة تانية ااد جيميل دوت كوم وعمل انتر تمام من عند كريات جروب يا استاذ عبد الرحمن هتبدأ من عند كريات جروب ابدأ معايا من اول نقطة كريات جروب حل بعدين جيميل هوت ميل فيه كمان ااد اوت لوك دوت كوم واعمل انتر فيه كمان مثلا الايميل المؤسسي عندنا في الكويت مثلا شفتوا ااد مو مو دوت اي دي يو دوت كي دابلو يعني اي حد دلوق عند ايميل على مو دوت اي دي يو دوت كي دابلو لو عندي اوتلوك دوت كوم لو عندي جيميل دوت كوم لو عندي هوت ميل دوت كوم يقدر يدخل معايا ويشارك فيه عندكو ايميلات تانية امتدادات تانية غير كده فيه امتدادات تانية غير كده اللي عنده امتداد ايميل تاني وعايز يشارك معايا يكتب ايه الامتداد على الشات وانا اكتبه من ضمن ايه الامتدادات اللي موجودة يبقى لو انا عندي ايميل مؤسسي Outlook Gmail Hotmail تمام؟ بعد ما خلصت بعد ما خلصت هروح عند Create a Group يبقى أنا زبطت القاعدة اللي بشتغل عليها أما الناس اللي عندها Google Classroom في أم أ في أستاذة ولاء كتبت نكتبه كمان بتاع أستاذة ولاء كتبت edu.edu edu.eg edu.eg لأ أد الأول لازم نحط أد الأول شفتوا أد edu ونعمل لها Enter وفيه كمان m o e add الأول ما ننساش أد m o e edu 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 edu.eg على Create a Group كده أنا زبطت الشغل بتاعي طيب هنا الداني invite by link أو copy link أو anyone with the link can join لو عايز أغير الكلام ده هعمله only people you approve can join هل هنا ولا anyone لا أنا مصر على anyone وهقول له copy link طيب الكوبي link بتاعي عايز تبعاته المين جوجل classroom ولا تضمنه ولا تعمل تبعاته لتيمز ولا تبعاته share ولا على Twitter ولا تريح راسك وتاخده ك ايه ك ايه ك ايه barcode ونعمله download وممكن ناخد barcode كده ونعمله new وقص barcode وابعته على الشاد وهقول له أنا كده قصيت الbarcode بتاعي اهو وعملت له كمان download عندي على الشاد حلو دلوقتي ايه الخطوة التانية انا بعمل share لحضراتكم ممكن join was code كمان هو بيكون انا عندي code عندي تلات نقاط edit لو عايز اعمل تعديل add اقول ايه ايه اقول ايد دلوقتي لو عايز اعمل double group يعني عايز اعمل group تاني بنفس المحتوى بس هعمله share اخر دي التلات نقاط ودي علامة share انت عايز share ازاي دي اساسيات الشغل بتاعي طيب ايه اللي مطلوب مني دلوقتي topic انا دلوقتي عاملة group فاضي ما فيهوش اي حاجة خالص ايه المطلوب مني اني اعمل topic topic هي الموضوع اللي حضراتكم هتعملولي عليه response داخل الجهاز فبعمل topic وببدأ بضغط على علامة plus topic اضافة موضوع طيب ايه اول موضوع انا عايز اضيفه هنا add a title يبقى هقول مثلا هنا مهارة مهارات الكرن 21 سميت الموضوع ايه السؤال اللي هبعته للطلبة ممكن الدومين لو سمحت حاضر هنعدها تانية اوستاذ جميل حاضر ايه السؤال اللي انا حابة أبعطه للطلبة السؤال اللي انا حابة أبعطه للطلبة ماشي مثلا ما هي التطبيقات التي تدعم مهارات الكرن 21 وحطيت السؤال واقدر كمان اعمله تنصيق اهو اقدر اعمله bold اقدر اقدر كده ممكن كمان لو انا عندي موضوع عن مهارات الكرن ال21 اروح عند الجوجل بتاعي واختار مهارات الكرن 21 ويكيبيديا اقول لكم على حاجة لذيذة جدا هنعملها احنا بنقول احنا بنوفر مادة تعليمية كاملة للطالب حل مثلا مهارات الكرن ال21 عند الويكيبيديا اهي فتحتها موضوع رائع جدا حابة ان الطلبة يقروا او حابة ان المدربين يقروا ويجاوبوني على سؤالي هاخد اللينك بتاعها فين اللينك بتاعها اللينك بتاعها هاخده من فوق اعمل كده كوبي كوبي اهو وهروح على ايه الشغل بتاعي شايفين مهارات الكرن ال21 شايفين ما هي التطبيقات دي هروح اضغط على كلمة لينك شوفوا وهعمل بيست للينك اللي انا خدته وهعمله انسيرت لينك يبقى لما هيروح ليك حضرتك هتضغط على السؤال شايفين اتحولت الشاشة ازاي اضغط كده هيدبعتني على صفحة مهارات الكرن ال21 وهيفتح ازالين تستعرض الموضوع وتبدأ ايه تضيف تمام بعد كده طيب انا دلوقتي ضفت لينك عندي مجموعة خيارات ايه الخيارات اللي موجودة عندي عايز تضيف صورة ولا عايز تتكلم فيديو ولا عايز تضيف ايموجي ولا عايز تضيف ايه مثلا انا عايز اضيف صورة مش عايز اتكلم بصوت عايز اجيب صورة فهروح عند هنا من علامة بلس ومن عند الجوجل هختار مهارات الكرن 21 اهي وعايز احمل صورة على الجهاز ما هي مهارات الكرن ال21 هختار كلمة image صور حلو اعجباني الصورة دي مثلا اختار صورة على مهارات الكرن ال21 تكون صورة معبرة شوية سمات مهارات الكرن ال21 مثلا الصورة دي عجبتني اهي الصورة دي حلوة بينا حلو هعمل لها save image as واختار المكان بتاعها في download عندي وحطتها حل اخترت صورة وهرجع لل flip بتاعي وهقول له في صورة انا اخترتها على طول اعمل اضغط واختار الصورة اللي هتظهر لما ابعت اللينك لحضراتكم ادي download ادي الصورة هي وعملت لها open وعملت لها save change يبقى انا بعدت لك الصورة وبعدت لك السؤال وكمان بعدت لك موضوع تقدر تشتغل عليه تمام بعد كده ببدأ اعمل post افتح مرة تانية هتكون الشاشة ان شاء الله واضحة بالنسبة خلاص انا كده عملت وعملت post topic يعني خلاص شاير الطبك بتاعي طيب شاير الطبك ده عبارة عن ايه حضرتك هتشايره ك qr code اهو اخد qr code ونزلوا عندكم تبدأوا تشتغلوا عليه حل او copy link اخد link واشتغل عليه جميل تعالوا نقول كلامنا مرة تانية لكن المرة دي هدخل على الفليب جريد الخاص بيا انا رح ارجع انا كده انشأت معاكم فليب جريد من اول وجديد لو سمحت الشاشة هنا هعمل sign out وهرجع ادخل على صفحتي الشخصية بتاعة الفليب جريد عشان في حاجات فيها لازم حضراتكم تشوفوها وتشوفوا الشرط هنا ده الايميل اللي انا اصلا مسجلة بيه مسجلة بايميلي على جيميل افتحوا هنا دي كانت صفحتي على تطبيق الفليب جريد ودي كلها المشاركات اللي تمت عندي دي عندي مجموعة الجروبات اللي عملتها مجموعة التوبكس عند كل جروب مثلا هنا جروب اسم بلغتي هنا عندي لو ضغط البروفايل بتاعي مكتوف في اسمي جميل لو ضغط على الشورتس لما المكس المكس تيب بجمع مجموعة من الاستجابات في مكان واحد الشيفمنت اللي هي الشاراط اللي أنا حصلت عليها من خلال شغلي على الفليب جريد الروابط اللي أنا وريتها لكم وقلت لكم كل الروابط دي هنفتحها مع بعض مثلا المستوى الاول والتاني والتالت وكمان خدت خمسين وكمان خدت صوت الطفل شارط صوت الطفل اللي هي دي دي اللي باخدها بعد ستة شهور لما اكتاز مجموعة الاختبارات حلو بعدها بناخد وده مهم جدا للحصول على شارط المعلم الخبير لان دي موجودة في استمارة المعلم الخبير وهنعرفها مع بعض وهنا الستنج بتاعتي كلها لو عايزة اغير اي حاجة في الستنج ادخل على الستنج الفيرس نيم اللاست نيم اسمي وايه مدرستي وكل حاجة عني البروفايل الكامل بتاعي والستنج مهم جدا برضو للي جريت بان حلو طيب احنا قلنا هنرجع للجروب وهنبدأ نشوف ازاي نقدر نعمل ريسبونس وازاي نقدر نعمل مشاركة مثلا انا لو عملت جروب هضيف جروب وهقول كريتا جروب نبتدي الشغل مرة تاني للناس اللي قالت اني انا سريعة قوي اروح عند كلاسروم اضغط هاختار all age وهعمل next هسمي الجروب بتاعي مثلا اسمه اسمه بقيمي سميت الجروب بتاعي اسمه بقيمي ياريت نشتغل مع بعض هعمل edit للteams للصورة الخلفية بتاعت الجروب ادور على صورة على صورة تكون متوافقة مع الشغل بتاعي مثلا اخترت الصورة دي وقالت لك وبدأت اشتغل هنا anyone with the link يقدر يشارك معايا هنرجع لنقطة الدومين اللي سأل عليها استاذ جمال عند الايميل ابدأ اكتب كل الدومين الخاص بيا اللي عايز يرد على الاستجابة بتاعتي هكتبها زي add hotmail باللغة الانجليزية hotmail dot com واعمل enter على طول اول ما بكتب الدومين بينزل في الانتر على طول مثلا shift to add shift to add gmail dot com enter shift to add outlook dot com وكل مرة اخلص دومين اعمله ايه enter shift to add m-o-e dot edu dot k-w dot com خلاص enter كان في ايميلات تانية مبعوطة اللي هي add mood add mood shift to add m-o-d-e m-o-d-e dot com dot o-m o-m ولا com وكم وكمان كان في t-one shift to add كل مرة ما ننساش shift to add نرجع تاني هنا راحت مني معلش نرجع لها تاني اهي ارجو ان الشاشة تكون واضحة الازهر اوكي shift to add ازهر a-z-h a-z-h a-r ازهر online dot com لا dot com dot e-d-u dot e-g e-d-u dot e-g ونعمل enter كل اهم حاجة اني اكتب الاد واعمل enter اقب كل مرة بشتغل عليها هنا shift to add m-o-e dot dot e-d-u dot e-g كل مرة اعمل نفس الشيء وهكذا كده جمجت مجموعة من ال-admin ال-domains ال-ay واضحة تمام حلو بعد ما خلصت بكتب create group كده قدي اسمه بقيمي وقدي تمام وانا عملت كده وهقفل دا دلوقتي طيب بعد ما خلصت هعمل ايه انا انشأت group اسمه بقيمي هضي في موضوع هقول العنوان تحدث العنوان نفس الاسم اسمه بقيمي نكتب اللغة العربية اسمه بالقيمي حلو ادي التايتل كتبته بعدين انزل تحت هكتب السؤال اللي انا المفروض ابعثه للطلبة او ابعثه للمتدربين عشان يجاوبوا علي مثلا اذكر قيمة تعتقد انها او اذكر قيمة من القيم المكتمعية الهامة التي تحقق مبدأ المواطنة وتسمو بقيم الفرد ده السؤال اللي عندي اخترته اذكر قيمة وادي السؤالة هم اعمل بولت اغطي اعمله لأ زي ما قلنا حابين هنحط له التاشمن زي ما احنا طيب دلوقتي انا عايز اسجل السؤال ده بصوت بفيديو هنعمل ايه ونفس الخطوات اللي هنعملها هي اللي هتعملوها لما تحبوا تعملوا الاستجابة هضغط على توبيك ميديا شايفين علامة الفيديو دي هضغط على توبيك الفيديو هيقل لي use your camera هقول له allow طيب انا مش عايزة صورتي انا اتبان انا عايزة مش عايزة صورتي اتبان اعمل ايه عندي هنا مجموعة من الخيارات اللي قدر اتحكم فيها مثلا عندي كتابة نص draw stickers gift هنا عندي board اضيف مثلا شكل board اهي حطيت شكل board اقدر اسحب وصغر شكل board مش عجباني board دي عجباني board دي اتوب اسحب لغية ما تغطي الشاشة بتاعتي تمام انا كده غطيت الشاشة بتاعتي اقدر اضيف صورة ممكن احط صورة عن القيم ممكن اجيب صورة من اي مكان اقدر اتحكم فيه مثلا هحط صورة ورشتنا اليوم قطتها اقدر اتحكم فيها اقبر اصغر انا وابداعي في عملية ايه التفانين بتاعتنا بقى دي ايه ايه ابدعتنا اقدر احط ستيكرز عايز سمايل عايز ايموجي عايز ايه نوع الستيكرز عايز ايه اختار النوع اللي يتوافق معاك ومع شخصيتك الحكاية دي رجع للتنصيق والناحية الجمالية اختار الشيء اللي ايه يتناسب معاك عندك عدد لا نهائي من الاستيكرات مثلا حطيت الصورة دي ثانية وهلاق الصورة ظهرت طيب عايز اعمل صورة متحركة اقدر عندي ستيكرز وعندي جي اي اي اف اس صور متحركة اقدر اختار منها طيب عايز اكتب سؤال هاخد اداة النص وهاختار الكتابة وهكتب السؤال هقول ايه كيم المواطنة او اذكر قيم من قيم المواطنة ممكن لو عندك لغة انجليزية مثلا والبراجراف والموضوع تقدر تحط السؤال بالشكل اللي انت عايزه خلصت هنا طيب عايزة ابدأ اسجل شايفين دي كلها اقدر اعمل كل الافكت دي لو انا مش عايزة ال ديسكتوب بتاعي لو عايزة اضيف اعمل تحميل فيديو يكون اصلا موجود على الجهاز لو عايزة اسجل سكرينشوت للشاشة بتاعتي لو عايز اضيف اي نوع من انواع الفيديوهات عن طريق الاداء اللي هي back drop اضغط على كلمة back drop هنا لو عايز شاشة فضية لو عايز احمل فيديو او فوتو من على جهازي لو عايز اصور الديسكتوب بتاعي لو عايز اعمل background ليا وخلفية ليا اقدر اختارها بس لازم تكون الكاميرا شغالة لو عايز استفيد بمقاطع الفيديو اللي موجود عندك عدد لا نهائي من انخيارات وفليبجر اتطورت نفسها وزودت عدد كبير جدا 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 تمام حلو الكلام اذا حلو الكلام نحط شات خمسة على شات بس كاف واحدة اللي طلعت اوكي بس كاف واحدة اللي طلعت اوكي طيب بعد ما كتبت السؤال وبعدت كل حاجة واتمنت اني انا سؤالي مظبوط غيرت هنا اقدر اتحكم في الخط عن طريق اغير الفونت اقدر اتحكم اقدر اغير شكل الخط اصلا تمام بعد ما اغير عايزة بقى اسجل السؤال مش عاجبني الفونت عايزة اصغره شوية فلاسك صغرت الفونت بتاعي واحلى حاجة في البرنامج انه داعم للغة العربية عايزة غير اللون الخط مش عاجبني اقدر اتحكم في اللون يعني اقدر اتحكم في كل حاجة طيب دلوقتي عايزة ابدأ اسجل السؤال بصوتي شايفين العلامة اللي في الوسط شايفين العلامة اللي في الوسط انا هنا عندي مدة عشر دقايق كاملة اقدر اسجل فيها السؤال بالصوت وهقول هنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اذكر قيمة من قيم المواطنة تحدث عن قيمة من قيم المواطنة التي تسمو بأخلاق الفرد انا سجل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اذكر قيمة من قيم المواطنة تحدث عن قيمة من قيم المواطنة التي تسمو بأخلاق الفرد تمام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اذكر قيمة من قيم المواطنة تحدث عن قيمة من قيم المواطنة التي تسمو بأخلاق هضغط next خلاص أنا كده لو عايز أعمل edit video أقدر أعمل edit video لو عايز أعمل subment يعني خلاص أنا موافقة على الشغل بتاعي هقول له subment بدأ يعمل تحميل للسؤال بتاعي حلو أنا كده خلصت الشغل بتاعي تمام وقلت له post topic بعد ما خلصت شغلي هروح هياخد ال qr code وهبعثه على الشات عندكم ياريت كلنا دلوقتي ندخل من خلال التليفون يلا ندخل نقرأ الكود ونعمل response لإيه للشغل بتاعنا مرة تانية الكود أهو أعمل له كده أخده copy new أخده copy وأعمل كده new واروح أحطه على الشات عندكم للي يحب يشترك كويانا وهنا أروح على شات التيمز فين شات التيمز عندنا آدي شات التيمز آهو عاضر اللي ما يعرفش يقرأ الكود ممكن نبعت لينك آدي كمان أنا عندي متاح أني أعمل أي شيء إحنا عايزين شايفين كوبي لينك دي أنا كده عملت كوبي لينك أهو هروح على الشات أو what's up أو telegram أي نوع من أنواع وسائل فواصل الاجتماعي واروح على طول آدي الشات بتاع التيمز آدي شات التيمز أهو وهعمل لصق تقدر تضغط على الفليب جريد بتاعك وتشتغل عليه سهل جدا طيب لما هضغط عليه هيدخلني على التوبك بشكل مباشر لما هضغط عليه هيدخلني على التوبك دخلني على اسمه بقيمي روح أعمل join with google حلو هدخل عليه من حسابي وابدأ أسجل استجابة وعايزة كل الحضور اللي موجود معانا يدخل ويسجل الاستجابة تعالوا نسمع احنا قلنا ايه هيظهر عندنا هالشاشة دي اسمع السؤال اللي المفروض بتبعثه للطالب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اذكر قيمة من قيم المواطنة تحدث عن قيمة من قيم المواطنة التي تسمو بأخلاق الفرد حلو أنا سمعت بعد ما سمعت خلاص أبدأ أسجل الرسبونس يا ترى ايه قيمة من قيم المواطنة ممكن نسجل نجهز كل المظارفة عن قيم المواطنة ويا ريت كلنا دلوقتي نبدأ نشتغل ونسجل عشان الاستجابة توصل وده اللي هتعملوه في المشاريع بتاعتكم يعني مدرسين اللغة الإنجليزية مدرسين الاجتماعيات مدرسين الرياضيات أي مدرس يقدر أو أي مدرب أو أي وقت حابب يشترك في المعلم الخبير أنا عايزة أعمل Address Bones هروح أضغط على Address Bones هنا هيقول له ألاو طبعا remember the decision هقول له ألاو خلاص أنا بسمع تمام تمام شايفين صلوط ظهر حلو أنا صلوط الخلفية بتاعتكم أختار خلفية أستنى 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 أختار طبعا اللي شاء لا بسمع المعلمين صغر دلوقتي نص نص الشكل اللي تعريز عايزة تختار أختار صحة صحة وبالسلط اللي شاء بتاعتي حا أنا 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 اشتركوا في القناة 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 عايزة الإيميل بتاعك يا أستاذة نجات أو أستاذ فودي أو مين عنده استعداد يدخل مشارك على أسمه بقيمه ويعمل توبيكس ويعمل موضوعات ويشير نفس الموضوع يبعث لي إيميله على الشات هاخده دلوقتي وأضيفه معايا ككوليد أستاذة نجات أهيت أخدت الإيميل بتاعها نسخ العنوان وهروع عن هنا أقفل كل ده أفتح التوبك بتاعي اللي احنا شغالين عليه اللي هو فيه تلات استجابات وصلت شايفين هنا على طول الاستجابات بتوصل بشكل سريع جدا أسمه بقيمه جميل نشوف إمتى الاستجابات بس أول ما تنزل طبعا بيجي لك رسالة على الايميل إن وصل معاك الاستجابة هنا أد أكوليد أهي انتر هدخل إيميل أستاذة نجات معايا وهقول لها إنفايد طبعا يا أستاذة نجات هيروح لك على الايميل بتاعك الدعوة حضرتك هتعمل لها أكسبت يبقى أنت دخلت معايا ككوليد وإيه عملت إنفايد أقدر أدخل عدد كبير جدا من المشاركين معانا نشوف مين كمان دخلوا إيانا هنا أستاذ وليد هعمل هنا وبنسخ وهروح على الكوليد وهعمل انتر واقول له بيس طبعا هيجي لك دعوة يا أستاذ وليد كوليد ماصد بي اديوكيتور طبعا معنش يعني لازم نشيل بقى كل الكلام دوت أنا باخد بس الايميل أهو أتأكد إن الايميل مظبوط تمام ما فيهوش أي سبيس واعمل له انفايد كده معايا أستاذ وليد السروري معايا أستاذة نجال أقدر أضيف عدد كبير جدا من الكوليد على الجهاز عندي مثلا عندي أستاذة ولا أخد الايميل بتاعها هنا دي كلها ايميلات أنا أقدر أخدها وأضيف مشاركين معايا يقدروا يدخنوا ويشاركوا معايا على هنا أهي كمان عدد لا نهاية انفايد فول الناس دي راح لها إيه دلوقتي راح لها دعوة إنه يشارك أقدر بعد كده عمل له حاسب أو أفضل يخضر موجود عندي وهنا أي استجابة هتظهر عنده وعندي مرة تانية أهي نشوف تم قبول الدعوة أستاذة نجاد شكرا وهنا أستاذ طلعت كمان أهو أستاذ طلعت أخد الايميل فقط بس الايميل فقط ما أخدش الرسالة كاملة وأخد نصف وأروح على وهنا ونعمل يبقى أنا عملت معايا أربع في مسافة ممكن يكون هنا مسافة أو حاجة أتأكد إن الايميل مكتوب مظبوط نشوف الايميل ممكن يكون في خطأ أو الايميل لازم يكون مظبوط هنا ناخد الايميل التاني نسخ ونشوف نتأكد إن الايميلات المبعوطة تكون مظبوطة بالضبط أهي أشيل طبعا آت ده كل ده يتشال أخد بس الايميل أشوف كده الايميل من أول حنان منصور هنا أشوف ده يتشال ناخد فقط الايميل المهم إن الايميل يكون مظبوط عندنا ونبدأ نعمل إنفايت وتوصل الدعوة يبقى احنا بدأنا على طريق سليم كل ما هعمل رفلش للصفحة أي حد عمل استجابات هتنزل عندي على الصفحة الاستجابات بتاخد دقايق على بل ما توصل هنا طبعا دي استجابات افتراضية ممكن أعمل لها رموف دي استجابات افتراضية هعمل لها رموف دي كلها دي استجابات افتراضية بشيلها وبخلي بس الاستجابات اللي بتنزل يعني دي استجابات بتنزل مع التطبيق نفسه اللي هي دي هشيلها عشان ما أطلخ بطنيش دي استجابات افتراضية شلتها تمام؟ دلوقتي احنا خلصنا الجزء الأساسي بتاع الاستجابات الجزء الثاني المهم جدا 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 اللي هنبدأ فيه دلوقتي اللي هو بيسألني عن عدد أصدقائي المشاركين اللي هي الجريد بالز الجريد بالز دي من أهم الأشياء عندي لكن عشان أوصل لمرحلة الجريد بالز لازم أنزل على الستينج بتاعتي لازم أنزل على الستينج واظبط البروفايل بتاعي واكتب كل حاجة عني مرة تانية عشان أوصل لمرحلة الجريد بالز أوصل لها منين؟ أهي من عند أيكنتي أروح على الجريد بالز ودي أهم حاجة دلوقتي عندي هروح عند الجريد بالز ولازم أكون أكتب بس قبل ما أكون أكتب لازم نصبط الستينج بتاعتنا مش هكون أكتب دايما إلا لو زبطت الستينج بتاعتي أفتح صفحة الستينج بتاعتي وأبدأ هنا حضرتك اكتب اسمك ياريت بقى نمشي خطوة خطوة مع بعض لإن ده الجزء المهم اللي هنشتغل فيه في الاستمارة بتاعتنا هو بيسألني أنت عندك كم جريد بالز فلازم نتعلم إزاي أعمل جريد بالز وإزاي أشترك مع الآخرين أول حاجة هنكتب فرس نيم كتبت الفرس نيم واللاز نيم اسمك اللي موجود على البروفايل بتاعك اسمك الموجود على البروفايل بيجي منين بيجي من عند البروفايل الاسم بيجي من عند البروفايل أرجع كده قادي الاسم بتاعي البروفايل أهو شايفين ده اسمي اللي المفروض هيظهر للناس كلها أخده كوبي وأضيفه في الستينج بتاعي هنا يبقى أنا اسمي الأولاني اسمي الأخير الديسبلي نيم ده الاسم اللي بيظهر لو عاوز اسمك يظهر باللغة الإنجليزية سهل جدا أن الاسم يظهر باللغة الإنجليزية تمام؟ أستاذ محمد عبداللطيف ما تستعجلش على الاستمارة الاستمارة خطوة خطوة هنعملها سوا ما تستعجلش وركز معانا يا أستاذ محمد عشان تبعث لحضرتك تبعث لي استجابة على أسمو بقيمي تفقنا؟ ما تستعجلش يا أستاذ محمد الاستمارة إن شاء الله هنبدأ نناقشها خطوة خطوة ومعاكم لغاية ما تاخدوا معلم خبير بإذن الله تمام؟ تاني مرة عشان أعمل جريد بالز لازم أول حاجة أصبط الستينج بتاعتي الستينج أهي أضغط عليها ظهرت لي الشاشة دي الشاشة بكتب فيها اسمي واسمي الأخير والدسبيل نيم الديسبيل نيم بيجي منين؟ بيجي من عند البروفايل بتاعي أخذ من هنا أهو كوبي أخذه كده كوبي واروح عند الستينج أحطه بيست عند الستينج أهي أهي أجي هنا كده وهو عملاله بيست طبعا ما تغيرش لأنه هو نفس الستينج ديم بتاعي طيب بتشتغل فين؟ كتبت اسمي مدرستي تمام يا أستاذة إيمان معايا؟ كتبت اسم المدرسة كتبت اسم المادة إيه تخصصك؟ المجتمع بتاعك أنا مثلاً اخترت education library education طيب أنا حسس أني فيه مشكلة في اللغة العربية إنجليزية عايز أحولها اللغة العربية click mean واعمل translate عربي هتترجم كلها للغة العربية اختار الدولة اللي انت عايش فيها من خلال السأ اختار أنا مثلاً اخترت الكويت اللي مختار عمان اللي مختار أي حق الوحدة الزمنية اللي هتشتغل فيها بعد كده باختار تحديس الملف كتبت لو عايزة غير الإيميل بتاعي أغيره براحتي كلمة المرور عايزة غيرها أغيرها عايزة أحذف الحساب بداش نحذف الحساب خلينا زي ما احنا بعد ما خلصت وعملت تحديس للملف هعمل ايه؟ أعمل اوكي تحديس للملف أول ما هتعمل تحديس ملف هتروح عند الجريد بالز يا جماعة هلاقي نفسك بايت أكتف نشيط هتلاقي نفسك نشيط ما خفي لو ما عملتش ملف التعريف بتاعك هتكون مختفي طيب بعد ما كنت نشيط هتروحوا حضراتكم هنا عند الاختيارات ودور بقى ونبدأ ندور على بعض في الاختيارات بتاعتي كوميونيتي مثلا أنا عايز مثلا التعليم الابتدائي عايز أبحث عن جريد بالز مثلا هختار أبحث عن وسام هختار أبحث عن وسام اللي كتبتها بالعربي وسام هشوف وسام هتكون أكتف ولا لأ وسام شلبي أهي هشوفها موجودة هتظهر عندي ولا لأ هلاقي لم يتم العصور لأن أنا ما عملتش أكتف وسام أهي أكتب الإنجليزي W-E-S وسام S-A-M أهي شايفين ظهرت عندي وسام شلبي على طول ظهر كل المعلومات اللي أنا كتبها عني في البروفايل بتاعي مكتوبة وكمان ضفت أقدر أضيف وسائل التواصل الاجتماعي بتاعتي كلها أقدر أضيف في الجريد بالز في الستينج بتاعتي على طول أول ما هعمل كده هقوم رايح عاملة لها دعوة invite يلا دلوقتي دلوقتي ممكن اللي وصل لمرحلة الجريد بالز وأصبح ناشط يقدر يدخل ويبعتلي الجريد بالز بتاعته عشان نشوف إزاي نقدر نكتب بياناتنا عليه طبعا في الستينج أنا أقدر أعمل كل محفوظة أدور على كلمة محفوظة هنا مثلا محفوظة باللغة العربية محفوظة نشوف كده ظهرت لم يتم محفوظة واحد لم يتم العصور طب ممكن يكون التعليم الابتدائي مثلا أنا مش عايزة التعليم الابتدائي خالص مش ناشطة أنا بس اخترت محفوظة سمتها مواصل اجتماعي آخر مش زهرة يا أستاذة محفوظة ياريت يكون في أدمن نشوف كده الشات مين بعت الجريد بالز بتاعته مش لاقي على الجوال اختلاف شاشة الجوال هتلاقيها موجودة بس ممكن تكون تحت أو اضغطي على فتح التطبيق أونلاين لما بتفتحي على التطبيق اكتبي من التليفون اختاري الفتح في البراوزر هتظهر لك كأنك شفتحة اللاتوب بالزبط اختاري البراوزر تمام من الثلاث نقاط على الجوال اختاري البراوزر أستاذة مونة دوت نسخ الارتباط أشوف أستاذة مونة ده مختارة لنا ده لم يتم العصور أنا عايزة النام ابعتولي النام يا جماعة ابعتولي النام بتاعكم اللي هو النام اللي موجود في الستينج شايفين في الستينج شايفين الستينج بتاعتي أنا عايزة النام اللي موجود هنا اسم العرض وسام شلبي ده أنا عايزة ده طبعا أنا مختارة مثلا ادي وسام شلبي اهي ممكن تدوروا معايا ادي كوبي هروح ابعتها لكم على الشات اللي يوصل لوسام شلبي يعمل لي اهي ماشي دور معايا على وسام شلبي وبنفس فاطمة جات نشوف فاطمة جات كوبي نسخ طبعا أنا لا يمكن هشوفك ان اذا كنتي اكتف تمام يعني لازم تكوني متأكدة ان الايكونة بتاعتك اكتف لازم تكوني متأكدة ان الايكونة بتاعتك اكتف كمان في حاجة انا اقدر اضيف اعدادات اقدر اضيف جميع حسابات وسائل التواصل الاجتماعي بتاعتي في الاعدادات شايفين دي الاعدادات الاساسية شايفين دي معايا الاعدادات الاساسية اللي فيها ايميلي وكل حاجة لو رحت عند كلمة اجتماعي او سوشيال هلاقي هنا اكتب نبزة عنك السيرة الزاتية بتاعتك اكتب الموقع بتاعك عشان تقدر تبحث بالموقع تقدر كمان تكتب شايفين ملفات التعريف تقدر تكتب كل ملفات التعريف بتاعتك لو عندك تويتر اكتبه لو عندك استجرام لو عندك فوكس كل وسائل التعريف بتاعتك تقدر تكتبها تمام بعد كده ايه الموضوع الافتراضي اللي انت عاوز تشتغل عليه تقدر بعد ما تخلص كل الكلام دوت وكتبت سيرة كأنك بتكتب سيرة ذاتية بالظبط تعمل تحديث هنا مثلا وسام رح اضيف من ضمن التحديثات بتاعتي سفير منصة وكلت سفير منصة flip grid ماشي مدرب معتمد اداة plus point انا انا كتبت ملف 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 التعريف اضمن اني انا كتبت كل وسائل التواصل بتاعي مثلا انا تعليم ابتدائي كتبت الموضوعات بتاعتي الجميع عملت دلوقتي انا سامشلبي اهي هي انت يا ايفون اوكي طيب هعمل هرسلك دعوة رسلت لك دعوة هتوصل لك الدعوة على الايميل تعمليلي accept جميل نروح مرة تانية وناخد ايميل مرة تانية لان ده اهم جزء في حوارنا اليوم على استاذ عبدالعاط ايمان اهي في ايمان المنقوش اخد اسم ايمان نسخ وروح على ارسلت الدعوة خلاص اوكي استنى لما ايفون ترد علي وروح هنا اهي بيست الاسم الجديد واعمل له سيرش ايمان سليمان هل انت سليمان انهي ايمان فيهم ايمان المنقوش ايمان انت ايمان سليمان القاهرة اذا انت ايمان سليمان القاهرة راح اعملك invite اهي هعملك invite اهي واعملك ارسلك دعوة هتجيلك على الايميل وهكذا بالنسبة لاهم جزئية عندنا كريمة شطة اهي هنا هنا اهي نزهة انا بس عايزة ده الاسم فقط ده اخذ معنش شوية الموز بتعلق اعمل كده كوبي للاسم واروح على الجريت بيلز عندي واعمل شايفين هنا انا لا حددت الكميونيتي ولا حددت السبجيك انا على طول بكتب الاسم اللي بعتته واعمل سيرش عليه اهو نزهة او نزيها ام اذا انت كنت اكتف هتظهر عندي اذا مش اكتف فمش هتظهر او ان النت على حسب النت شوية بيكون تقيل على بل ما بيظهر عندي هل النقطة دي واضحة ولا فيها صعوبة فاطمة احمد اعتقد ان انا خدت فاطمة احمد نسخ اهي اذا انت نقل لنقطة تانية ياريت تحطولي خمسة على الشات عشان نتنقل لنقطة جديدة تمام كلنا دلوقتي طبعا هجلنا على الايميلات اهي فاطمة احمد فاطمة اهي اعتقد ان انت يا فاطمة احمد البحرين فاطمة احمد البحرين اهي وهعمل ارسل دعوة كده انا بعتلك دعوة هتجيلك على الايميل اول ما تعمليلي اكسبت خلاص بتجيلي الدعوة تمام تمام معانا كمان استاذ رقفة اهو ارسله دعوة اهو تمام فاطمة احمد لا قطر اوكي في فاطمة احمد البحرين فاطمة دور تاني فاطمة جعفر اه فاطمة احمد جعفر فاطمة جعفر فاطمة جعفر اعملك دعوة وارسلك دعوة الدعوات دي لما انتو كمان دلوقتي ياريت حد منكم يعمل دعوة علشان افتح الايميل ونشتغل على الخطوة التانية كده احنا خلصت نقطة اني اعمل دعوة فيه باللغة العربية مكتوب ناهد الامام عثمان اهيت على طول ارسل دعوة ونعمل دعوة دلوقتي انا خلصت الجزء الاولاني اقبالي دعوتي استاذة وسام حاضر من عيني يشرفني طبعا هروح على الجيميل بتاعي دلوقتي الجزء المهم جدا شايفين هنا ايفون بعتتلي وقالتلي تشرفت دعوتك يا مس وسام اهي حلو تيم فليب جريد استاذة ناهد عايزاني اكون جريد بقى لعندها هعمل ايه بصوا معايا بقى وده الجزء المهم جدا يا جماعة لو سمحتم ده اهم جزء في الموضوع اضغط عليها هنا ماشي ظهرت لي هنا هقول لها ايه connect هعمل هنا شكرا بس اكتب لك الموحدة لك واعمل لها ارسال يبقى انا كده قبلت الدعوة عندها تمام اروح للبريد الوارد هنا هنا you have a new colid هنا طبعا دوت اللي هي الكوليد اللي عملناها في الاول اللي احنا عملنا مشاركين للجروبات بتاعتنا انا عايزة هنا اوكي طيب دلوقتي في سؤال مهم جدا بيقول لي كم عندك كم ايه كم جريد بال عندك طيب هجبها ازاي كم جريد بال معقولة انا هاعد اعد كل الجريد بال اللي موجودة عندي طيب هعمل ايه هنروح نكتب في البريد الوارد هاخد كلمة جريد بال شايفين كلمة جريد بال دي يعني دي ابسط طريقة للبحث عشان اعرف عدد المشاركين اللي عندي شايفين كلمة جريد بال هروح اكتب ها في الاميلات اللي موجودة عندي اهي جريد بال اخدت كلمة جريد بال شايفين اهي دي عدد الدعوات ماريانا وانتو بي جريد بال اهي 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 وانتو بي كوم اجريد بال هقول لها شكرا حلو واعمل لها ارسال حلو عشان اعرف عدد الجريد بال هيطلع لي هنا عدد كل الحضور اللي موجودين عندي فاطمة هقول لها حاضر هنا وهقول لها شكرا واعمل يبقى انا كده اثبت انه خلاص كنجت حتى كتبت عرب انجليز مش مشكلة انا دلوقتي كل اللي يهمني ايه اعمل بحس على جريد بال واختار العدد اللي موجود انا عندي 52 جريد بال يعني لما هاجي على الاستمارة هعمل ايه هكتب عدد الجريد بال اللي عندي في فليب جريد كام 52 شخص دي طريقة العصور على جريد بال ودي طريقة الاستخدام بتاعة الفليب جريد من ابسط ما يكون استخدام الفليب جريد الفليب جريد برنامج رائع نقدر نعمل استجابات رائعة طيب ازاي نشترك في مجتمع الفليب جريد عن طريق الجريد بال حل كده نبقى خلصنا الجزء المهم اللي هو ازاي نعمل ريسبونس ازاي نعمل توبك ازاي نعمل جروب ازاي نبعد استجابة وكمان طبعا الاستجابة دي تقدري تعملي فيها يعني منمقة وموضوعات وابحاث رائعة جدا من التنظيم والديزاين الجزء اللي مهم جدا بالنسبة لاستمارة المعلم الخبير عدد الجريتبالز اللي موجودة عندك عدد الجريتبالز اللي موجودة عندك بتيجي من على الايميل بتاعك تفتح الايميل وتكتب في السرش هنا كلمة جريتبال هيطلع لك عدد الرسائل بتاعة الجريتبال تحفظ الرقم ونبدأ نبعد لبعض الرقم بس لازم نتطمن ان احنا اكتف لغاية الجزء ده اذا فيه سؤال ممكن نكتبه على الشات اكون معاكم قبل ما نتنقل لنقطة الشارات وغيره بعدت دعوة للاغلبية يارئة الكبول هل في عدد لا لا يوجد عدد معين العدد مفتوح التطبيق مجاني اللي عنده بيشتخدم الجهاز التليفون لما يستخدم التليفون هيضغط على التلات نقط ويختار فتح في المتصفح او فتح في البراوزر هتظهر له كل الايه الاشياء دي مش هيكون عنده مشكلة فيها خالص تمام اذا في اي سؤال ياريت نبعث على الشات لغاية النقطة دي هل في مشكلة في النقطة دي هل في احد معرفش ازاي يعمل سؤال يعمل استجابة ينزل مقطع فيديو يعمل جرتبال طبعا حضراتكم تقدروا تبتوصلوا معنا وتبعتوا عن طريق الجروب واحنا معاكم في كل خطوة حاضر تمام هل في اي سؤال موجود دلوقتي لو سمحت وقفت عند الخريطة اوكي نرجع عند تاني الفليب جريد هنا نتائج البحس نرجع نفتح تاني الفليب جريد بتاعنا ده ده القديم هعمل سين اوت وهروح على الايه الطبع الموقع بتاعي اللي هو الموقع القديم انا فتحت معكم واحد قديم واحد جديد اوكي ده اه دي الموقع الاديين بتاعنا ده موقع الفليب جريد نفسه حل ما شاء الله اسمه بقيم يبصوا معايا شايفين فيه ثمس استجابات انا مسحت الاستجابات الافتراضية تخيل انت معلم جيلك استجابات اهي على الله الله ايه رأيكم استاذ جمال القبندي تعال نسمع استاذ جمال كمان كاتب كومنت كبير جدا من المشاركين السلام عليكم ورحمة الله تحية طيبة للجميع شكرا لحضرتك يا استاذ جمال ممتاز جدا اهو ايه رأيكم لما يكون انت عامل سؤال وعامل استجابة للطالب والطالب يقدر يبعث لك اجابته استاذ محمد اهو تاني كبير جدا من المشاركين السلام عليكم ورحمة الله تحية طيبة للجميع شكرا يا استاذ جمال استاذ مونة ستوكي من اهم القيم الموطنة هي احترام الاخرين ممتاز عيبنا نبدأ مبادرة احترام الاخرين شكرا شكرا ايه رأيكم في الاستجابات واقدر طبعا كل ما هفتح الموقع استاذة شايماء نشوف استجابتها استاذة مونة نشوف استجابتها من اهم القيم الموطنة هي احترام الاخرين ممتاز استاذة دعاء شغلنا من اجل الوصول للطالب في اي مكان بالطريقة اللي تناسبه طبعا هنا استاذة مونة كتبت كومنت كمان نقدر نعلق ونقرأ الكومنتات اللي مبعوطة ايه عندنا طبعا برنامج خطير جدا وجميل جدا نرجع مرة تانية عنده نقطة الجريت بالز الجريت بالز لازم اكون محددة ان يكون اكتف عشان خاطر اظهر للاخرين واذا هنا دورت انا ممكن كمان احدد عن طريق الخريطة البلد اللي احنا عوزنا هل غاية دلوقتي شكرا يا استاذ ايفون شكرا شكرا لكم جدا هل غاية دلوقتي الجزئية دي فيها اي صعوبة احنا كده تمام نبدأ بقى نرجع لعرض الباوربوينت بتاعنا ونشوف الروابط اللي هنبعتها على الشات هخلوا الروابط موجودة عندكم لانها هدفتكم جدا في نقطة الحصول على شارات يعني هنا مثلا ادي اول واحد هعمل له كده كوبي نسخ ده للحصول على شارات المستوى الاول والتاني وهبعته على الشات هاي ادي اول ليفل عشان احصل على الشارة الاولانية بفتحه وابدأ اجاوب الاسئلة اذا عندي اي مشكلة في اللغة العربية على طول اعمل كليك يمين واعمل ترانزليت او اني اترجم وابدأ اجاوب هنا بيقولي complete your flip educator profile ابدأ افتح الروابط دي اهي عندك microsoft learn عندك الليفل الاولاني لازم تتخطى الليفل الاولاني احنا عندنا 3 الليفل الليفل الاول certificate educator والليفل التاني certified expert والليفل التالت grade guide لازم اعتخطاهم عشان اوصل لمرحلة الامباسدور فقادي الرابطة هوت عندنا هنبدأ نذاكر في البيت ونبدأ نتخطى ونحل الاسئلة دي عشان نعدي المستوى الاول والتاني والتالت وبعد 6 شهور من دلوقتي ناخد سفير صوت الطفل بإذن الله ده من اهم الايه هنا برضو ده ده اللي هو certified expert اللي هو الليفل التاني هم كلهم موجودين في الشهرة الاولانية نيجي بعد كده عند عشان اوصل لمرحلة سفير صوت الطالب هعمل نسخ ده لازم اكون عديت التلات مراحل الاولانية واكون سجلت رابط سجلت فيديو قصير ليه عايز اكون سفير صوت الطالب ايه الرسالة اللي عندي اللي حابب اوصلها للاخرين عشان اكون سفير صوت الطالب بعد ما بحل الاختبار بعبي استمارة الترشيح ده اه بعد ما حل الاختبار عبي استمارة الترشيح عندي اين الشات بتاع التيمز اهو اه الاولانية الاستمارة وطبعا المراحل دي مراحل متتالية ورا بعضها انا بحطها من باب العلم بالشيء ومن باب تطوير النفس ومن باب ان المعلومة لازم تكون كاملة للجميع بإذن الله لما بحل الاختبار السؤال رقم 27 بيقولك انسى خراب التسجيل الفيديو والصقف الفراغ خامسا استمر بالاستفادة من الموقع وشارق اعمالك واعمال طلابك عبل مواقع التواصل الاجتماعي سادسا سيصلك ايميل لتهنقتك بقبول الكسفير لصوت الطفل ودوت بعد استخدامك لفليب جريد مدة 6 شهور بكده نكون احنا انهينا حوارنا عن الفليب جريد فهل يطرى للوقت عايزة اسمع رأيكم في ورشة الفليب جريد النهاردة وقبل ما نفتح الحوار والمناشة اشوف ورشة النهاردة رأيكم فيها ايه عن طريقة دات كلاس بوينت ادي هنا اللي حابب يشارك بالرأي واللي عنده سؤال هنبتدي عشان ناخد مجال الاسئلة محضرة اكثر من رائع السيد ناهد شكرا ليك شكرا ورشة رائعة استاذ سوسن باقي من الزمن دقيقة مجود رائع استاذ رضا ودوركم معانا هو الاروع استاذ فتحية بارك الله فيك محضرة اكتر من رائعة استاذ ولاء شكرا لكم حضركم الاجمل وحضركم الاروع شكرا لحضرتك بس الجزء بتاع الروابط ممكن تشرح الامتحانات حاضر نشرح الامتحانات لكن هنخلي الامتحانات في لقاء تاني لان النهاردة احنا لازم نتعلم حاجتين الحاجة الاولانية ان احنا نعمل جروب ونعمل توبيكس الحاجة التانية ان احنا نضيف روابط شكرا شكرا كل الشكر والتقدير وانا اسعد في معرفتكم جميعا صراحة يعني قمة الجمال وقمة المشاركة والخضور من اروع ما يكون في لينك طبعا للخضور حالا هننزله حالا هنزل اللينك حالا استاذ فوزي هنا بعتلي اهو كوبي ادي اللينك اهو هدخله لكم على بس حالا يخلص هنا شكرا استاذ فاطمة انهاء العرض هنعمل كده انهاء العرض وهدخلكم لينك الحضور اهو ادي لينك الحضور معانا اهو لينك الحضور وينة هورم الحضور معانا هورم هورم ياريت نبدأ نسجل في الفورم استاذ فوزي كمان بعت الفورم على الشات هورم هورم في الفورم ولو في اي سؤال احنا حاضرين يا استاذ فوزي احنا كده تمام احنا نشكر استاذة وسام طبعا على اللقاء المميز بكده بكده يبقى دخلنا في الجد وفي ان شاء الله ملء الاستمارة ان شاء الله هيكون من الاسبوع القادم ان شاء الله وحظ موفق للجميع وان شاء الله نبارك للجميع ترشحه وفوزه في ماكروسوفت بلقب معلم خبير ان شاء الله احنا معكم في انهاء الاستمارة حتى ارسالها ان شاء الله ما تقلقوش خالص استاذة وسام كما فعلت في المرة الاولى ستفعل و احسن من الاول كمان في ملء الاستمارة وان شاء الله نتوقع كل خير للجميع ان شاء الله شكرا استاذة وسام العقف استاذ فوزي ان شاء الله يارب يكون الجميع استفاد طبعا نقطة الجرتبال من اهم النقط اني انا لما بدخل على الاستمارة بتاعتي بندخل على الاستمارة هنا نطور على ام اي اي اكس بيرت اهي ندخل نسجل في الاستمارة عشان نشوف الاسئلة اللي تتعلق بفليب جريد اعمل ريجستر طبعا اسجل بالايميل اللي انا اسجلت فيه مايكروسوفت اكاونت ايوه هو ده وهعمله save and submit ادخل للمرحلة التانية اللي احنا هنشتغل عليها مع بعض دية الانفتيشن بتاعتي هقول له save and submit هينقلني للمرحلة التانية دي المرحلة الاولانية اللي احنا اشتغلنا فيها مع بعض المرحلة التانية اللي هي الاسئلة ذاتية التسجيل اللي فيها بيسألني على وبيسألني طبعا الاسئلة دي يكون لها احنا هنحلها سوا وسائل التواصل اجتماعي بتاعتي كم عدد المتابعين لك على تويتر بيهتم جدا بتويتر الادوات الادوات الاجهزة الاجهزة الاخرى المجتمعات اللي انت مشترك فيها هنا المصارات اللي انت اكملتها learn educator البيئات التعليمية اللي انت اشتغلت فيها بصوا هنا معايا كم مرة انت بتستخدم الفليب كم مرة بتستخدم الفليب دي من حاجات مهمة جدا اللي هي تخص الفليب جريد اللي عندنا نبدأ ننزل كمان في سؤال عن عدد اللي انضممت اليها اهي شايفين السؤال ده هو ده السؤال المهم اللي احنا بنضل عليه كم حدث او كم هنا عدد الاتصالات لفليب جريد الجريد بال كم جريد بال قلنا بنجيبه من عندي الايميل في سؤال كمان عن الاحداث اللي اللي بتتم في الفليب جريد طيب هنجيب الاحداث اللي منين ممكن نروح على الجريد بال بتاعنا هنا ونروح على الديسكافري شايفين الديسكافري ديه افتح الديسكافري هتديني كل الاحداث الايفنت اللي في الموجودة انزل تحت واحضر واعرف وسجل في الاحداث القادمة واي حدث ييجي سجل ان انت حضرته بس لابد انك تتأكد من المحتوى اللي بيقدم في الحدث هنا الديسكافري بيستكشف معاك الاحداث اللي في الاحداث الحياتية يعني هنا مثلا ده كان حدث كنا حضرناه عن الحياة المائية ماشي وبيتعرض وبينزل على تويتر وبينزل على كل الاحداث كمان تقدر تسجل في الاحداث فيجيلك فيها موعد بالاحداث بتاع هنا شايفين دي كلها الاحداث اللي ممكن نحضرها وممكن تسجل فيها عشان تقدر ايه تدخل وتسمع تمام؟ ده سؤال ايه الاحداث اللي اللي احنا بنشوف احداث الفلب اهي افتحها الاحداث اللي استنى اما تحمل وتفتح معايا شوية بتحمل بس تقيل حبتين معلش تريندينج توبيكس نسبايرنج هنا اكتشاف والمكتبة مدحف البحر دي كم من اجمل الاحداث اللي حصلت اهي نقدر نسمحها ونقدر نسجل في الاحداث اللي موجودة عندنا لما بنسجل بيجينا على الايميل دايما بيجينا على الايميل كل الاحداث اللي اف وبنزحها اه الحاجات المهمة بس طبعا لازم نتأكد من المحتوى اللي بيتم تقديمه قبل اي شي هنا الموضوعات في الاكتشاف والديسكافر تمام هنا دي بقى كده احنا شملنا كل حان